اشتركوا في القناة دوراً أساسياً في هذه الفضيحة كما نعرف فولكسفاقين هي مجموعة ملاقة تضم العشرات من الشركات الكبيرة والفروع المنتجرة حول العالم ولكن كان أسلوب القيادة أسلوب عفا عليه الزمن أسلوب يطغى عليه المركزية وكان يشبه حتى بالأسلوب العسكري بأسلوب إعطاء الأوامر وهذا لا يتناسب مع الحياة الاقتصادية وبالتالي سلبت صلاحيات الفروع والشركات الأخرى وتم مركزتها في فولكسبورغ وهذا ساهم في الفضيحة هل يمكن فولكسباقين أن تستعيد مصداقيتها بتبني أسلوب جديد في الإدارة مثلاً برأيك؟ هذا ما يحاول رئيس مجلس الإدارة الجديد ميلر أن يبشر به هو وعد ببداية جديدة يعني هو أيضاً قام بزيارة على سبيل المثال إلى الولايات المتحدة والتقى بوكالة البيئة الأمريكية التي أثارت هذه المشكلة وحاول ويبدي أيضاً تعاون صريح وهو يحاول أيضاً من جديد عادة النظر وعادة هيكلة المجموعة من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للشركات مثل أودي سياد سكودا وغيرها بحيث أيضاً تستطيع أن تتخذ قراراتها بعيداً عن الإدارة المركزية طيب كيف لنا أن نتخيل حجم الخسائر التي تكبدتها فولكسباغن طبعاً هناك خسائر مباشرة سيتم استرجع أحد عشر مليون سيارة وهذه التقديرات الخسائر بين عشرين وثلاثين مليار هناك خسائر أخرى نتجت عن انهيار سهم الفولكسباغن تراجع على النصف والخسائر قدرت بثمانية وعشرين مليار ولكن على المدى البعيد هناك خسائر أكبر ترتبط بتراجع مصداقية وسمعة الشركة وهذا ينعكس في المبيعات التي انهارت على سبيل المثال في السوق الأمريكي المهمة جداً بنسبة عشرة بالماء وفي تقدير هذا المنح التنازلي سيستمر أيضاً في السنوات القادمة دكتور دور قطر هنا خاصة وهي أحد أكبر أو أهم المساهمين في فولكسباغن يعني صندوق السيادة القطري يملك 17% من أسهم المجموعة وهو ثالث أكبر مساهم في فولكسباغن وطبعاً أيضاً الجانب القطري أبدأ قلق عندما اندلعت هذه الفضيحة فضيحة الانبعاثات ولذلك من ضمن الخطوات الأولى التي تدخذها رئيس المجلس الإدارة ميلر أنه ذهب إلى قطر لطمأنة القطرين ولكن في تقديري لا تزال طبعاً عائلة بيش وعائلة بورشة تملك أكثر من 50% وحكومة الولاية السكسونية السفلة تملك 20% وهي صاحبة القرار الأخير وليس قطر دكتور ناجح أل العبيدي شكراً جزيلاً لك على هذا التوضيح ترجمة نانسي قنقر